اشتركوا في القناة لمشروع طريق مساكوري انجوري لمعرفة سير العمل بالمشروع كان برفقة الوزير من العام لقليم حجر لميزة وعدت من معاوني الوزير تقرير رمات جبريل انجيني ان عمليات رصف الطرق الصحراوية تكون من الاليات الاساسية لفك الازل التي تعاني منها المدن والمناطق الصحراوية وفي هذا الشان فان رصف الطريق الرئيسي بين مدينة مساكوري وانجوري بطول خمسة وتمانين كلمترا يكون من ضمن الاقتراحات المفيدة من طرف السلطة الالية للبلاد بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية للتقرب من الموقع ومعرفة ما يجري ميدانيا وصل وزير البنة التحتية والانفتاء الخارجي ادم يانسمي برفقة عدد من الفنين الى مدينة مساكوري حاضرة اقليم حجر لميز واقب الوقوف للعمال المستمرة اشهد الوزير بالمشهد الحالي واكد ان الشركة التونسية لبناء الطرق تقدم خدمات ذات نوعية الان طريق ده وصل نص نص عن الفترة 85 كيلو متر الان هو من 42 كيلو ويعني لو صوبات ما حصله كان نكون بيج من ده لكن صوبات الاقتصادية لكن الان هصل تريد الخدمات ماشية كويس ان شاء الله مدير المشروع انيس انبازيا قال انه رقم كسرة الاوايقة الا اننا استطعنا ان نرفع مستوى العمال الى نسبة 25% واكد ان الشركة ستفعل ما بوسئها لاكمال العمال قبل نحية العام 2018 ان عهمية ربط المناطق الهدودية بعدة دول الساحل والصهراء سيفتح فرصة ومجالات مختلفة لتطوير الاقتصاد الشادي اشتركوا في القناة